عشان كل الشارع في مصر ليه أصل وحكاية النهاردة هحكي لكم حكاية منطقة العباسية يا ترى الاسم ده جي منين وإيه أصل الحكاية دي؟ تعالوا وانا هقول لكم منطقة العباسية كانت من أغنى مناطق في القاهرة وكانت بتتسمى بأرض الطبالة سنة 1849 بنا فيها عباس حلمي الأول سكنات للجيش وبعديها تسمت بمنطقة العباسية وده طبعا نسبة لعباس حلمي الأول وتعمرت وتبانت فيها البنايات وكمان تقسمت إلى أحياء ودي بقى كانت أصل حكاية منطقة العباسية استنوا بقية الحكايات سك دا وجي